زي الفل على احلى واعظم جمهير في الدنيا حلقة جديدة من المشجع نتكلم فيها النهاردة طبعا عن مطش الاهلي وسن داونز نسوش تعملوا شير ومتنسوش تكتبوا كومنت عشان نتواصل مع بعض ولو مش متتبعيني اتشرب بمتابعتك كان على الفيسبوك او اليوتيوب خلينا نقول ان للأسف للأسف قبل ما نتكلم في فنيات وهي المباراة الاسوأ للأهلي فنيا سوق ادارة فني وسوق اداء في الملعب تقدر تقولها المباراة الاسوأ للأهلي في اخر يعني اقدر اقول ان دي اسوأ مباراة لعيبها الاهلي من بعض مطش الخمسة بتاعت سندرد من الاخر يعني ولكن خلينا نقول ان احنا للأسف 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 طلعت انا في يوم الخميس انا فكره كويس جدا وقلت تحزروا المطش المهمة صعبة التشكيل ورجوع القيمة اللي احنا شفناها طمينة الناس وقلنا ان الحالة كويسة لكن ما تبديش الثقة سديدة عن اللزوم وللأسف شفنا حاجتين شفنا تعالي من اللعيبة عالقورة من اول محمد عبد المنعم وياصر ابراهيم ومحمد عبد المنعم النهاردة تعالي عالقورة بشكل غير مقبول وغير منطقي وغير مبرر انت لسه مدتش للأهلي حاجة قالص فانا مش فاهم ده كان ايه سببه ياصر ابراهيم النهاردة مهزوز بشكل غير منطقي وغير طبيعي انا مش فاهم الهزة دي ليه مش فاهم يعني خلينا هنرجع لده في المطش ولكن خلينا اقول ان الاول دا اللي انا قلته ده اللي انا قلته للأسف وده اللي انا حذرت منه وده اللي احنا قلناه سانداونز انا بقولك اهو افريقيا اقوى فرقتين فيهم واقوى صوت فيهم واقوى ادارة فنية فيهم الاهلي وسانداونز فانت لما تكون بتلاعب فرقة بالشكل ده وتكون مش متعالي على القورة او حاس ان المكسب جاي جاي دي هتكون النتيجة دي هتكون النتيجة ونستاهل النتيجة دي هتقولي لأ كنا نستاهل التعادل هقولك لأ اللعيبك اللي لازم تفوق والمدرب اللازم يفوق ولازم نعرف امتى ندي المنافس حجمه وامتى نبقى عارفين احنا عايزين اقمن المطش اللي حصل النهاردة كان غلط فنيا كان غلط بدأنا المطش بتشكيل غلط مبالغ فيه مبالغ فيه في الدفاع والتقاه كله وراء سانداونز كان ضغط كويس جدا فرقة الجاية مذاكراك مذاكرا لعبتك مذاكرا طريقة اللعب وعشان تبقى عارف سانداونز بيلعب 4-4-2 بقى له مطشين بيلعب 3-4-3 ولعب 4-3-3 كان من الاخر بيجهز نفسه المطشق لان هو لو كان لعب 4-4-2 والمساحات اللي وراء كنت هتكسب النهاردة ما فيش اي استغلال للفرص ما فيش اي استغلال للاخطاء بتاعت حارس المرمى فيه اخطاء تحكمية كان فيه اخطاء تحكمية ولكنها هتيجي رقم عشرة في الترتيب مش هي السبب السبب كان انت السبب كانت التشكيلة اللي مبالك فيها في نص الملعب عمدي فاتحي وديانجي بالسولية كان واضح ان ما فيش اي ربط ما بين خط النص وما بين المهاجمين كان فيه جاب ما بين اللعيبة كان فيه مساحة وسعة جدا ما بين اللعيبة طاهر ما كانش قادر يصنع فرق مش قادر يخترج مش في حالته مش موجود وده كان بين جدا 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 احمد عبدالقادر الشوط الاول مجاش مجاش الشوط الاول مجاش بمعنى كلمة مجاش الشوط الاول اعتقد ان ده كان خطأ كبير جدا في بداية التشكيل اعتقد ان هو وجود افشل نهاردة ويلعب 10 يلعب في مكانه هتقول لي ما هو نزل الشرط التاني نزل الشرط التاني فين نزل الشرط التاني برضو ناحية اليمين وهنفضل نقول افشة طول ما هو ما بيلعبش عشرة ما تستناش منه قورة ما تستناش منه قورة امكانياته بقى كده ظروفه كده ولكنها حقيقة لازم نتقبلها ولازم نعرفها ولازم انا عارف ايه انا كمدير فني انا بقولك انت النهاردة صفر من عشرة صفر من عشرة تغييراتك متأخرة جدا للعيبة النهاردة انا ما عنديش لعيب النهاردة اقدر اقول انه عامل حاجة غير عمر السلية وحتى حمدي فتح النهاردة في اسوأ حالاته في اللعيبة النهاردة كلها في ميز بصر غير عادي جدا كمية اخطاء في التمريرات مش طبيعية كمية اخطاء في التمركز مش طبيعية وتعالي على القورة كمية اخطاء في اتخاذ القرارات اللعيبة النهاردة بينفرد بالجوم اللعيب اللي بينفرد كان عالي معلول ان كان الشحات ان كان افشة ان كان برسي تاو كل اللعيبة النهاردة قرارتها غلط قرارتها غلط زهنها مش حاضر زهن اللعيبة مش حاضر تقدر تقول بقى ده تشبع تقول ده تعالي تقول ده لغبطة فنية بتحصل لان ديانج اللي انت كنت بتلعبه يمين فجأة رح تنقله حطه شمال افشل عبته يمين وبقى رح تنبدله ملعبه يمين حسين الشاحات عملت نقله من اليمين للشمال برسيته وكنت بتلعبه يمين فجأة خليته مهاجم صريح بعد شوية بتسحبه من المهاجم الصريح وعايزه ينزل يمين وحطيت حسام حسن انت كنت متلقبط على الخط واللعيبة كانت متلقبطة في الملعب وبانت توتر وبانت الاخطاء مطش كارثية بكل المقاييس تقول لي من يتحملها اقولك يتحملها مسماني ويتحملها اللعيبة رقم واحد مسماني رقم اتنين اللعيبة الكل اللي اخطأ مفيش حد النهاردة عمل حاجة صح مفيش حد النهاردة عمل حاجة صح زي ما بنطلع وبنسقف زي لما بنطلع وبنشيد لازم نقولي ان الكل غلطات والكل يتحمل المسئولية ونتيجة غير مقبولة شكلا وموضوعا لا ينفع لنا لا بتاريخنا ولا بان انا بلعب على ارضي ولا بان انا بلعب وسط جمهوري ولا بان انا حمل اللقب نسختين متتاليتين اخسر خالص فيش اي مبرر وقلت قلت العب واعمل اللي عليك وقدي وقدي والنتيجة بتاعت ربنا لكن انت النهاردة للأسف ما عملتش اللي عليك فكري بقى ان انت تفوق في اخر عشر دقيقة او في اخر خمس دقيقة عشان تلحق تتعادل والحظ بقى ما يخدمكش والكورة ما تخدمكش اعتقد ان ده عشان انت زي ما قلنا انت مدتش القورة حقها تمانين دقيقة ما تستناش ان هي تكرمك وتوافق عليك في خمس دقيقة او عشر دقيقة الاهلي بلاسة دقيقة تسعين كنا بنشوف اهلي واقف على رجلو طول المطش والكورة مع عربة فربنا بيكرمك بالديقة تسعين لكن الديقة تسعين المرة دي ما كانش ينفع لان انت محترمتش وجود دقيقة تسعين انت محترمتش ده كل التغيرات انا شايف ان تأخير جدا في التغيرات في نزول افشا اعتقد محمد شريف النهاردة ما كانش ينفع انه يبدأ المطش دي كان ببداية كان يبقى حسام حسام زي ما بقولك اللعيبة النهاردة كلها اخطاء مزبص رهيب جدا اخطاء دفعية تعالي من اه محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم مهزوذ جدا ما عرفش في ايه ديانج والسولية وحمد فاتحي شوت اول جيد لكن شوت تاني انا شايف ان كان في لغبطة وكان في اخطاء النهاردة كبيرة جدا 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 من حمد فاتحي وديانج وكان في مزبص كتير جدا وزي ما بقولك الجاب اللي كان موجود احمد عبدالقادر اتحسد الى حد المشهود التاني ونقدر نقول ان انت من بعد ديئة 75 في بعض التغيرات بدأ ان الاهلي يمسو قرة ونشوف خطورة الى حد الماية لكن انت النهاردة صفر صفر كرة حجومية انت ما كانشلكش يعني انت الشوت الاول يا فرحيتي بين الاستحواء السبعين في المية وانا ما روحتش ما صنعتش ما خلقتش وده كان باين جدا ما عرفش ليه التصميم على وجود طهر ليه ما سحبتوش ليه ما سحبتوش ايه العيب في ان انا عمد تغيير في الديئة 20 ولا 25 ولا الديئة 30 اعتقد انه مش عيب اعتقد انه مش ممنوع مش لازم تغيرتي تكون الشوت التاني خالص بل بالعكس انا عندي خمس تغيرات انا عندي خمس تغيرات ايه المشكلة لما ضيع منهم تغيير الشوت الاول اعتقد ان ده كان هيفرق جدا 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 معانا نزول حسين الشحات كان متأخر نزول ابشة كان متأخر وكانت مراكزهم متلغبطة اللعيبة نزلت متلغبطة مع ضافة ان اللعيبة نفسها قررتها قد غلط النهاردة حسيت كده ان كله عايز يجيب جون ابشة عايز هو ليبقى جون الانقاذ اه حسين الشحات عايز هو جاب الجون اللي انقاذ بيه المطر كل اللعيب كان عايز يثبت انا مهم وليا دور فللاسف شفنا الشكل اللي احنا شفنا ده بيرسي تاوي القرية الاخيرة ودي كانت المشكلة ان بيرسي تاوي راجل ما بيلعبش كورة اعتقد بقاله اكتر من شهر او شهر ونص لعيب بقاله اكتر من شهر او ما كانش يزيد عن شهر ما بيلمس كورة طبيعي زهن هو مش حاضر لعيب الكورة لما بيباله فترة ما بيلعبش كورة بيبقى تفكيره بطيء فتنفيذ عضلاته بطيء انا راجل اللي عبت كورة وعارف انا بقول لكم ايه بتبقى متلقبة كورة وانت بجيالك بيبقى مخ غير ما لما بتبقى متعود بيبقى اوتوماتيك وار جيالك مخك مديك القرار مديك القرار فبتلاقي رجلك بتشتغل لوحدها ده طبعا هو مفتقده زي ما بقولك النهاردة الكل اخطأ الكل في غير مستوى ولكن خلينا اقول ان ان على قد زعلنا وعلى قد ما احنا بنقول ان الكل النهاردة مستوى صفري بمعنى الكلمة وزي ما قلت قبل من ده من يومين ان ده ممكن تكون نتيجة التعالي والثقة خلينا نقول ان على قد كده ولكن احنا ورا الاهلي احنا مع الاهلي الاهلي احنا معاه عالمرة قبل الحلوة وخلينا اقول لكم اوعو تكتائبوا او تفتكروا ندي النهاية انا بقول لك اهو المطش دي كان ده لازم يحصل عشان الكل يفوق عشان الحماسة ترجع وعشان تكون دي ان شاء الله باذن الله سهم الانطلاق للحدات عشر باذن الله خلينا اقول ان احنا صعبناها شوية بان احنا حطينا نفسنا في ان لازم اكسب مطش المريخ المريخ ده فريق محترم ومعها اربع نقط لازم اكسب مطش المريخ هنا فريق صعب ولازم احترمه ولكن احنا حطينا نفسنا تحت ضغط كنا في غنى عند ده ولكن للأسف 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 احنا اللي عملنا ده ولكن الاهلي انا انا بقول ان الفريق ده والمدرب ده يقدروا يلعبوا تحت الضغط هم اللي قراروا ملايحوش نفسيهم وهم اللي هيتحملوا ده وهم اللي ان شاء الله باذن الله هيجيبونا الحديقة عشر اللي جاي صعب ولكن نقدر بالتركيز ان احنا نخدو بمنتهى السهولة ان شاء الله باذن الله مطش المريخ يوم خمسة مارس تكون تلات نقط احنا عندنا المريخ هنا مرتين وعندنا الهلال هنا وعندنا بس مطش بره يعني انت لو قدرت تكسب التلات مطش هنا اه تقدر تقول ان انت هتوصل تاني مجموعة بعيدا على القال عن نتايج سانداونز ولكن ما كنت في حل ان انت اتدخر نفسك في الحزبة دي وده اللي انا وضحته ما تضغطش نفسك لو كنت تكسبت مطش النهاردة كان هيبقى عندك ارياحية في كل المطش اللي جاية وهتلعب زي ما بيقوله بمزاج انت اللي حطيت نفسك تحت ضغط وانت اللي عملت ده في نفسك لعيبة ومدير فني وجهاز فني والكل مسؤول النهاردة والكل اخطأ ولكن قدر الله مشاء فاعل وزي ما قلتلكم ان شاء الله باذن الله المطش دي هتكون الانطلاقة للبطولة رقم 11 ان شاء الله طبعا الحمد لله وطبعا يعني في نهاية حلقتنا بقولكو قدر الله مشاء فاعل ما تزعلوش عارف ان احنا كلنا زعلانين ولكن احنا ورا الفريق وبنشجع ورا اللعيبة وان شاء الله اللعيبة والمدرب ام اللي هيجيبونا البطولة رقم 11 شكرا ليكو وشكرا لمتابعيكو انسوش تعملو شير وتكتبو كومنت عشان اتوصل مع بعض وان شاء الله باذن الله اشوفكو في حلقة جديدة من المشجع ورايب سلام